يعني لو حد بيحقد عليك قوي وحطك في دماغه اعزمه هاتله سندويتش اي حاجة هاتله هدية وادهاله دي حتزيل ما في صدره من غل وحقد وحسد وبغضاء وكراهية لكن في ناس مش ممكن مهما جبت له ما فيش فايدة هم مليانين حقد خلاص يعني سيبوا بقى الحقده يعني يعني فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله إني يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أن الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدر منها ولا أرد ألا أقول لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله أسأت على الله في فعله كأنك لم ترضى لي ما وهب فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب فما حدش يحقد على حد ربنا عنده خير كتير أوي لسه بنكلم من شوي وبنقول ما تبصش تلي في إيد غيرك إحنا دايما زي ما سيدنا الشيخ الشعراء وعلينا كده وقال لنا حاجة مهمة جدا لا تنظر إلى لا تنظر إلى ما أخذ منك ولكن انظر إلى ما بقي لك ربنا أدانا خير كتير أوي اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك ونعوذ بك من شر أعين خلقك ونعوذ بك من شر أعين خلقك ونعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخذل عنا ولا تخضلنا استرنا يا الله واستر أولادنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا يا رب اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وعند انقطاع أعمالنا ولا تحوجنا لأولادنا ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين اشتركوا في القناة